بنتقل لحديث عن شهادة الإخوة الأصاغر لفرانسيسكين مع الأبت وفي أبو مرعي لفرانسيسكين من رهبانية الإخوة الأصاغر أبتي الله معك الله يحفظ ومبروك لرهبنة الإخوة الأصاغر بإعلان أداسة التمير رهبان فرانسيسكين مبروك للكنيسة كلها ولى شارقناه أمين أبتي هيك رحكون أنا ويك عم نتوقف حول نقطة كتير مهمة نعرف أنه في ثلاث رهبانيات بالعالم بتستقي روحانيتها وبتستقي رسالتها من روحانية ومن حياة القديسة فرانسيس هن رهبانية الإخوة الأصاغر الدايريين الكابوشيين وأنتو الإخوة الأصاغر لفرانسيسكين ياريت هيك لكل المشاهدين والمستمعين نقدر نكون عم نحكي أكتر عن الفرق بهالرسالة بين هالرهبانات الثلاثة نحكي اليوم عن الخدمة وبنفس الوقت عن الروحانية بدايةً بحب بلش لقائي بسلام وخير نعم هالتحية الفرانسيسية هالتحية اللي بتشبهنا يلي كان يحملها فرانسيس وهالتحية يلي اليوم بعلمنا وبالوقت اللي عم نعيشه بحاجة لأله سلام وخير سلام منتمنى أنه يعم كل القلب مش الأزايف ولا الأنابل اللي بيقدروا يجيبوا لنا السلام وخير يلي بيجي من ربنا هو اللي بيمنح كل خير اسمنا منستوحي من روحانيتنا وروحانيتنا من اسمنا اللي أطلقوا فرانسيس فرانسيس كان يحب يكون عنده أخوي أصاقر أخوي هيدا عيشنا منعيش أخوتنا مع كل الإنسان ومع كل الإنسانية وأصاقر مع الأصغر مع المهمشين مع المتركين هي حقيقتنا شو اللي بيميزنا نحوه نحنا كأخوي أصاقر فرانسيس كان أخوي أصاقر كبوشيين وأخوي أصاقر دايريين اليوم شوف اللي بيميزنا بس الطوبة ولون الطوبة وشكل الطوبة بالحقيقة روحانيتنا وحدة أنوننا هو اللي تركه مار فرانسيس أنا بحسش حالي كتير مختلف عن أبونا روجيت دايري اللي غير بيطوبه هلأ بشكلة كمان أكيد عن أبونا طوني الكبوشي نحنا نفس الرسالة ونفس الروحية أخوي أصاقر عم نشتغل وين ربنا بيبعتنا نعم أبونا معروفة عن الإخوة الأساهلة فرانسيس كان أنه هن حراس الأراضي المؤدسة كيف انطلقت هيدا الرسالة؟ فرانسيس كان يحب كتير الأرض المقدسة وكان يحب يسوع يلي جسد وكان يحب يلمس هيدا الأرض فبالـ 1217-19 اجع على الأرض المقدسة يوصل على عكا وزار الأرض المقدسة وترك أخته هونيكي بالأراضي المؤدسة بالأراضي المؤدسة لا منلاقي البابا كليمونس السادس بالـ 1342 ترك مرسوم وكل الرهبين لفرانسيس كان يلي موجودين هونيكي بحراسة هيدا الأرض وبأنه يديروا بيلون مش بس على الحجر إنما يديروا بيلون على الحجر الحي لحتى يحافظوا بالأول على الأماكن ويريفقوا الحجاج يلي بيجوا بيزوروا هالأرض المقدسة اليوم أبونا هالرسالة بالأراضي المؤدسة أوزافينا نسميها بالشرق يعني اليوم هي عم تعطي شهادة حلوة عم تعطي صورة مميزة لحتى نكون عم نوصل الكلمة يلي هو يسوع بدأ نكون هيكي ضمن إطار الشرق وأجواء الشرق لنروح اليوم على رسالتكن بسوريا اليوم كيف ترتبط رسالتكن أنتو كأخوة أصاغر فرانسيس كان بسوريا كصفتكن حراس الأراضي المؤدسة كمان سوريا وكمان لبنان وكمان الشرق لما منقول الأرض المقدسة ما بتقتصر على فلسطين على فلسطين نعم إنما يسوع وصل لعنا على لبنان على صوره وع الصيدة نعم ولما منحكي أرض مقدسة هي الأرض اللي بيحكي عنها كمان الإنجيل وأعمال الرسل بنعرف أنه أول مجموعة سموها مسيحيين هنا المجموعة المسيحية أو الجماعة المسيحية بالليدئية أول مرة ندعو مسيحيين بالليدئية المسيحيين الأوائل قبل هكي ما فينا نخبه أو بتتخبه صورة هالقديس الرسول العظيم بولوس نعم بولوس يلي على طريق الشام ربنا ظهر له بولوس يلي وصل على الشام والتقى بحنانيا وهونكي تم اهتدائه الكامل للمسيحية وحوله لرسول للأمم فإذا كانت هايدي الشام قدرت تحتضن بولوس ونور الرب قدرت يفتح له عناي بالشام كيف ما بدا تكون الشام هي كمان أرض مقدسة وضمن رسالتنا الموجودة هوم الشر حتى عن رسالتكم تحديدا بالشام يعني اليوم إذا منتوقف عند هايدي الرسالة الخاصة فيكم بالشام منلاقيها أنه أو دماش منلاقيها أنه هي رسالة جدا اليوم مميزة على صعيد الحياة الرعاوية الرسولية التربوية كل هايدي التفاصيل وهيدي الرسالة تكللت بالشهادة سنة الـ 1860 اليوم كيف بدنا نكون بوقفتنا قدام هايدي الرسالة نفهم أو نقول عن طبيعة هايدي الرسالة بالشام تحديدا وتاريخ تأسيسها الوضع لإلا اليوم بظل كل هايدي الظروف يلي احنا عم نشهد لإلا كمانو منحكي تاريخ مار فرانسيس لما وصل على الشرق زار ضمياط والتقى بالملك الكامل يلي هو سلطان بهذاك الوقت كل الأراضي عنده خيه كمان سلطان بالشام ومن هون السلطان الكامل استقبله لفرانسيس حتى لو كان مسيحي وتقبله مثل ما هو ببساطته بالمحبة اللي حمله والسلام والخير يا هاتحية تبعه أكيد وصل صوت فرانسيس أو صدى صوته وصل على الشام أخوته من البدايات جربوا يوصلوا على الشام منلاقي اتنين رهبين وموسقين بالـ 1233 ووصلوا على الشام ومرقوا بدمشق ولتقوا بالسلطان هونيكي سلطان دمشق منكمل والشاهدة بلشت منهي داك الوقت ويمكن ما كتير تضو عليها 1289 عنا رهبين شهده بالشام بالـ 1368 عنا 16 راهب نحبسوا بالشام خمس سنين وخلص حبسهم بالشهادة بس للـ 1630 لسهمح لنا القاضي بدمشق انه نعمر دار وكنيسة ويصير يحقلنا نتعاطى إذا بدنا نقول الشؤون الرعاوية من 1630 رهبيننا موجودين بالشام وعم يخدموا عم يخدموا مثل ما قلنا رسالتنا كل فقير كل مهمش عكيد كل مسيحة وكل المسيحية ولا مرة كان فيه تمييز ما بين مسيحة وآخر وما بين إنسان محتاج وآخر اليوم عنا 3 كنيس بالشام بدمشق وعنا مزار عنا الكنيسة الرعاوية ببيب طومة يلي كنيسة الشهداء تبعنا الي اليوم عم نلتقى وعم نفرح بتقديسهم عنا كنيسة رعاوية بالصالحية عنا مزار وكنيسة بالطبالة وعنا مزار حنانية يلي كمان بالشام العديمة حد بيت طومة هوني كنحنا موجودين والناس بتتقبلنا وبتحبنا متل ما نحنا أكيد نشكر الرب على كل شي أبونا اليوم العالم عم بيشهد لأعلان الدسين جدد بقلب الكنيسة الكاتوليكية ومنهم الإخوة الأصاغر لفرانسيسكين 8 والشهداء المسابكيين الموارنة 3 مين هن هتمين شهداء فرانسيسكين وبنفس الوقت شو ميزت كل واحد منهم عن الثاني لأنهم نعرف أنهم هن من جنسيات مختلفة بس ولكن رسالتهم هي وحدة مين هن؟ هن أخوي إجوا على الأرض المقدسة يلي مار فرانسيس بسميها لؤلؤة الرسالة فكل راهب فرانسيسي بيتمنى أنه يكون عضو بهيدي اللؤلؤة لؤلؤة الرسالة أو حراسة الأرض المقدسة ما بتضم بس رهبين شرقيين إنما من أكتر من 40 دولة بالعالم اليوم عم نحكي إخوتنا بيجوا بيخدموا بالأرض المقدسة وهيك بالشام كمان هالبيت أو الدير الكبير مثل ما بيسموه ومثل ما اليوم اسموه كان في سبع رهبين إصبان وراهب نمساوي هالسبع رهبين كانوا عايشين بالشام خدمتهم الطبيعية البعض منهم وصل على الشام بس لا يدرس اللغة العربية لأن إذا بدك تقدر تخدم بدك تفهم هيدا الإنسان اللي عم تخدمه وأول شي تعرف تحكيه بلغته لغة المحبة مش بحاجة لكلمات ولغة الخدمة مش بحاجة لكلمات بس لا تقدر كمان تحكيه وتفهم الله لازم تحكي بلغته عنا رهبين تقريبا أربعة من اللي استشهدوا كان صارلهم بس سنة بدمشق أو أقل حتى من سنة بدمشق جايين ليدرسوا اللغة العربية ريس الدير عم نوئيل رويس عمره ستة وخمسين سنة لما بلشت هالأزمة بالشام وبلشت دم بحارة الروم الأرتودوكس وصار يمد يمد لوصل لبيب تومة هالحارة لأغلبها مسيحية فتح باب الدير وفوت اللي حبوا يتخبوا بالدير لأن الدير الكبير كان كأنه حصن وسكر البيب المسا بيجمع كل الأخوة والموجودين جمهور الدير اللي إجوا معو يلي من بيناتون الأخوة المسابكيين صلوا، أعطاهن الحلة، نوالون وصاروا مستعدين، تناولوا صار بيقدروا يستعبلوا أي شهادة أو يشهدوا للرب يلي تناولوا طلعوا على غرفهم الرهبين وخلص الدير ماكن وباب الدير ماكن صار في شخص دلن على الباب الجانب للدير يلي باب صغير قدروا يكسروا ويفوتوا صور عليه وبلش الهرج والمرش ريس الدير كان بقلب الكنيسة عم بيصلي طلع ليشوف شو هالضج يفتكر أنه وصلوا ناس ليحموا الرهبين إنما لقى الأتى اللي وصلوا على الدير طلبوا منه مصاري قالوا عندي كنز كبير بالدير راح على الكنيسة وخلص كل الأربان اللي بعده موجود أحسن ما حدا يدنسوا أكل الأربان هونيك على المسبح يلي كان عم بقدم زبيحته كل يوم علىه حط راسه وقال لهم فيكن هلأ تقتلوني أنا مسيحي ولا ممكن أترك مسيحيتي نقطع راسه على المسبح كتاب الصلاة تبعه مليان دم بعده موجود لليوم بالكنيسة هادي الشهادة بدمويتها وصعوبتها بهذاك الوقت أزهرت أداسي اليوم كل الأخوي كل واحد ميت بطريقة شكل بس كلهم كانوا سبتين على إيمانهم كان ينطلب منهم إنه يتحولوا لـ يجحدوا بالمسيحية ويتحولوا لإسلام كان شوابهم كلهم لأ لأ أنا مسيحي لأ أنا كاهن مسيحي لأ أنا بحب مسيحيتي وأنا مستعد أشهد لمسيحيتي للنهاية واحد من الأخوي المسابكيين قال لهم تقدروا تاخدوا لي مصرياتي تقدروا تاخدوا لي إيماني تقدروا تاخدوا لي إيماني وهيك إخوتنا هالثماني يلي أعمارهم كمان هايك جذابتني أنا وعم بتطلع في بيناتهم ثلاث أخوة بالثلاثين عمرهم في واحد عمره ثلاثين سنة وهي واحد بالأربعينات وأربع أخوة بالخمسينات ما كانوا خطيارية كانوا هونيك موجودين ليحبوا العالم ويخدموا العالم ويكونوا قربين من الناس ويشهدوا أكيد أبونا اليوم ما شو أهمية هالتقديس لرهبنة الفرنسيس كان؟ وشو ما كانتها اليوم على صعيد كنيسة سوريا الشرق وبنفس الوقت العالم؟ الأداسة تبع هالأخوة أو التطويب تبعهم أعلن بعد سبعمية سنة أو باليوبيل السبعمية لبيون فرنسيس ألف وتسعمية وستة وعشرين مار فرنسيس ألف وميتين وستة وعشرين مات وعيده على يوبيل السبعمية سنة البابا أو الكنيسة هديته لفرنسيس هالباقة من الطبويين تمان أخوة رهبان فرنسيس كان وثلاث أخوة موارنة مسيحية نعمة من الشام إنما هالأخوة كمان جانوا داخلين بالرهبنة الثالثة الفرنسيسية للعلمانيين يلي امتزج دمهم مع بعضهم بالألفين وأربعة وعشرين يلي هو يوبيل سمات جراحات مار فرنسيس مار فرنسيس نيل جراحات المسيح بالألف وميتين وأربعة وعشرين بيوبيل الجراحات بيوبيل الحب الكامل يلي عاشه فرنسيس الكنيسة عم تهدينا قديسين باقة من القديسين باقة من القديسين بيقولوا نحنا نعم مستعدين إنه نسفق دمنا على هالأرض ولهالأرض نحنا غربيين وبسمونا الكنيسة الغربية بس هالكنيسة الغربية عمرة هوني على القليلة كفرنسيس كان أكتر من تمانمية سنة تمانمية سنة عم نخلط عرقنا مع عرق العالم ودماتنا مع دمات العالم لا صرنا جزء من هايدي الكنيسة ومننتمي لهايدي الكنيسة بهيدي الطريقة نحنا عم نعيش كمان شهادتنا يلي فرنسيس دعينا إنه نعيشه مش بس بالكلام اخر شي بالكلام نعيشه بحياتنا اليومية بشهادتنا اليومية حتى بيتقديم دمنا لهالأرض نعم ابونا اليوم هالحدث يلي عم نعيشه خاصة عم بشي اللي انت هيك شراكتنا فيه باستشهاد الاخوة اللي فرنسيس كان يعني اليوم إنه نكون عم نتوقف قدام قصة هالاستشهاد هي جدا مؤسرة وبنفس الوقت بتعطي نعمة السبات بالإيمان والتمسك بالإيمان وعدم التخلى عن هيدا الإيمان والحب لأمنا الكنيسة والتعلق بإيماننا المسيحي اليوم كيف تقرأ مستقبل ومصير رسالة الاخوة الأصاغر لفرانسيس كان بالشرق وخاصة بالشام على ضوء هالتقديس اليوم؟ نحنا بقيين نعم وشعبنا بحاجة لقلنا ونحنا بحاجة لشعبنا شعبنا بحاجة لقلنا لحتى يشوف فينا رهبين مكرسين مقتنعين من دعوتهم وعن بعيشوا صدق دعوتهم باناعة ونحنا كمان بحاجة لشعبنا لحتى نقدر نطلع يسوع الموجود جواتنا ونقدر نعطيه لغيرنا نحنا موجودين هون رغم كل الصعاب وكل الظروف نعم الكنيسة وشرقنا بحاجة لعلامات رجا مش علامات حقد الدم والحقد والكرهية يلي بيوصلوا مرات لالغاء الآخر مصبوط لالغاء الآخر ربنا بيستعمله وبيزرعه بأرضه وبينبط أداسة نعم بخبره العالم أنه بهذاك الوقت كان ريحة الدم بشوارع دمشق أخذت فترة لطروح وريحة الموت اليوم أنا ريحة أداسة بالشام ريحة المسيح العزبي ريحة المسيح العزبي وعطر هالنعمة يلي بيعطونا إيها أخوتنا اليوم أبونا بعد التقديس وأعلان التقديس هل هنالك طلب دعوة أخرى مقدمة من قبل الرهبنة لمزيد من الطبويين والإديسين؟ كمان عنا إديسين شو هدا نعم فرانسيس كين عنا الطبوي سالفاتور ليلي يلي استشهد بمذابح الأرمن مع سبعة من إخوي لقلو أو من رعاية لقلو كانوا موجودين معه ما قبلوا ينكروا إيمانهم وكرمال إيمانهم وثباتهم بإيمانهم قدموا حياتهم شهادة طبوي سالفاتور ليلي استشهد بالألف وتمانمية وخمسة وتسعين بالمجازر اللي صارت البابا يوحنا بولو الستاني أعلن تطويبه بالألف وتسعمية وتنين وتمانين ونحن كفرانسيس كين لحراسة الأرض المقدسة عم نسعى ومنطلب من الكنيسة أنه تقدم لنا إيه على المذابح الديس عنا كمان خيلة قالنا بالأدس جون باتيست جون سونت هيدا الراهب يلي علاحي بدور كتير كبير بالأدس بني الكنيسة التبع الدير الأم دير المخلص بالأدس العالم تذكره لليوم وبتحبه لليوم يلي بالألف وتمانمية عيش في أنا في أنت في كل واحد مننا في كل واحد مننا هو بدوره يمشي هيدا الطريق حتى اليوم يشهد بقلب كنيسته على جمال هيدا الأدسة أبونا يعني الوقت بيمروا بسرعة حتى هيك نكون حقيقة عم نعطي كل ملء الأمانة لهالحدث الكتير كبير يلي عم نعيشه السوا علينا دايما نكون سبتين بهيدا الإيمان عم نعيشه بالملء وبحقيقة صادقة من القلب لحتى ما نكون اليوم أشخاص مزيفين بقدر ما نكون أشخاص هلقات حقيقيين ووقعين وصادقين لنروح بالشهادة والإيمان لأعطاء أجمل صورة عن يسوع الساكن بقلب كل واحد مننا أنا باسم كل أسرة الإزاعة والتليفزيون أود إليك شكرا على حضورك المميز على كل هذه المعلومات التي شراكتنا فيها وربنا يزيد رهبانتكم أداسة ونعم وبركة الله يبارك فيك الله يبارك بكل مشاهد وأكيد نعمة هالقدسين الجدد تحل على كل إنسان ليثبت بإيمانه ويثبت بأرضه هون بقيين وهون رح نبقى أكيد دايما يا رب أمين شكرا من القلب لألك شكرا